سؤال الدوري شايفوا ازاي او اهم دلالاته بعد نهاية الدور الاول تقريبا كابتن طلعت اولا انا سعيد جدا بعودة الزمالك الزمالك بيعود من بعيد يعني وواضح انه بريرا يعني له دور كبير جدا في لم الفرقة دي واظهار قدراتها ورفع ضغوطة عن اللعيبة اللعيبة يعني بتلعب في الفترة اخيرة انا وانا بتفرج عليهم حاس ان هم مش مضغوطين نفسيا من الاحداث اللي ممكن تكون حواليهم يعني واضح العلاقة ما بين الادارة والمدير الفني الى حد كبير فيها توافق وده منعكس على اداء فرقة نادي الزمالك الاهلي يعني يفضل له ثلاث مباريات اذا كسبهم حيتصدر بنقطة مضبوط لكن هل هيكسبهم يعني فيه علامة استفهم في علامة استفهم في الجزئية ده سؤال الغرض منه التشكيك لا مش مضمونين مش مضمونين قبل كده كنا بنقول الاهلي هيرجع يكسب مؤجلات من غير ما تفكر بعدين هي مؤجلاته هتبقى مع مين ما دي نقطة كمان مهمة وهيرجع هيلعب البنك الاهلي وهيلعب مع امبي وعنده ماتش تأجل اهو بعد بعد بكرة مع الاسماعيلي فلسه البنك الاهلي ماتش مش سه امبي ماتش مش سه في استرن كومباني يعني استرن كومبي قد يكون يعني في تجاه الاهلي بنسبة كبيرة في الزمالك طبعا في المقولين الموضوع يعني عودة الاهلي للصدارة ما قدرش احسمها فهي محل شك خصوصا في حالة الزمالك الفنية بيراميدز كالعادة هو موجود في المسلس اللي فوق لكن انا قلت قبل كده كان ليه رائف انه حيظل ينافس حتى الاسابيع الاخيرة لكن ما اعتقدش انه حيبقى له دور في البطولة ما اعتقدش لكن الاهلي والزمالك ما زالوا هما الاقرب للبطولة الاسماعيلي غير هو الاكثر تغيير عن المدربين بدأ بالكابتن طلعت يوسف رحلة لم تستمر او لم تبدأ اساسا بالتواجد داخل الملعب ثم عدة تغييرات حتى جاء الكابتن حمزة الجمل وحقق انتصار في اول مواجهة قدام المصري لسه ضمن الثلاثي المتأخر لكن ثلاث نقاط ابعادته عن الملاحقين سواء ايسترن كومبني او المقصة شايف ازاي المشهد بعد نهاية الدور اول بالنسبة للدرويش مشهد مأساوي طبعا يعني فيه مجمله انا بكلمش عن المباراة الاخيرة ايه مشهد اكيد الكل بيقوله انه لا يليق بالنادي الاسماعيلي وتاريخه اسماعيلي على طول في المسلس اللي فوق ما كان بيراميدز لكن انت لا تملك الآن غير ان انت مصر كلها انا واحد من الناس انك تساند من هو موجود في الوقت الخاضر كلم عن حمزة جمل وحسني عبدالرب وبقية اعضاء الجهاز وحمص وهم في ميزة ان هم من ابناء النادي ومقنعين للعيبة كمان ومقنعين للعيبة وقد يكونوا مقنعين للإدارة ده الاهم عشان مش كمان اصبعين بص الاقي في حد تاني مهم ان هم يكونوا مقنعين للإدارة لانه برضو ماشيان حمد خلي بالك علامة استفهام متفق رغم تقديري واعجابي الشديد بالكابتن حمزة الجمل طبعا ليس له علاقة خالص لكن ايه يعني اننا بنلعب لعبة انت بتلعب بالنادي الاسماعيلي يعني خلي بالك فأتمنى ان حمزة وحصني يقودوا لنهاية الموسيقى ايا كان الموقف لانه الحل جوه الاسماعيلي مش انك تجيب مدرب جديد خالص تحت اي ظرف من الظروف بمناسبة الكلام عن المدربين ربطة الاندية أوصت اتحاد الكرة بانه ما تسمحوش بتغيير مدربين النهاردة اتحاد الكرة أرسل للربطة موافقين وده يطبق من الدور التاني من سنتين كان القرار موجود بان لو المدرب هو الاستقال ما يدربش بقية السيزن لو النادي هو اللي أقال من حق المدرب فرصة تانية المرة دي القرار واضح انه لا اللي درب استقال وقيل ماشي بالتراضي ما يمسكش تاني رأيك في هذا القرار ازاي ده يعني معلش انا يعني ايه المنطقة كل مدرب دينا دي واحد بس انا فهم لكن ايه المنطقة في هذا القرار انت كون انه المدرب يتخلى عن مسئولياته وعن بنود تعاقده مع النادي ويسيبه ويمشي دون ارادة النادي انت لك كل الحق في اللي انت تقوله ده انه ما يشتغلش في حتة تاني لانه يعني اخل بمثئولياته تجاه النادي اصدعوا اشتغل بمثئولياته تجاه النادي اشتركوا في القناة